موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة السادسة من المرابطون نستهلها بالعناوين ملتقى بالواكشوب يبحث المنظومة التشريعية الدولية التي تحكم نشاط الصيد غير المرخص وموريتانيا تشيده باستراتيجيتها في مجال الصيد الأمين العام لوزارة البيئة يقول إن التغير المناخي يشكل تحديا عالميا وإن موريتانيا قامت بإجراءة للحد من تأذيراته الجمعية الوطنية تنظم دورة تكوينية لممثل بعض الهيئات الصحوفية في موريتانيا حول البرلماني ودوره التشريعي حياكم الله نظم بالعاصمة واكشوت ملتقى يناقش المنظومة التشريعية الدولية التي تحكم أشاط الصيد غير المشروع ويبحث مدى مطابقته للإستراتيجية الموريتانية في المجال وقال محمد سالم ولولي مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري إن استراتيجية الموريتانيا في مجال الصيد اهتمت بالرقابة عبر التركيز على الارتقاء بخفر السواحل الموريتانية إلى مستوى يؤهلها لحماية المنطقة الاقتصادية الشاطئية وتهدف ورشتكم هذه إلى تعزيز القدرات القانونية وتعميق المعارف المتعلقة بالمنظومة التشريعية الدولية التي تحكم نشاط الصيد غير المشروع وهي أهداف تتنزل في صميم اهتمامات الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة 2015-2019 التي تجعل من المحافظة على ذهرواتنا البحرية وتحصينها ضد كافة المخاطر محور ارتكاز عمل القطاع وهكذا فقد أولت الاستراتيجية الجديدة وظيفة الرقابة عناية استهنائية من خلال التركيز على الارتقاء بخفر السواحل الموريتانية تجهيزا وتدريبا إلى مستوى يؤهله للتكفل بفعالية ونجاعة بحماية منطقتنا الاقتصادية الخالصة من بطش العابدين ومن جانب آخر فقد اهتمت الاستراتيجية الجديدة بتحديث الترسانة القانونية الوطنية لا سيما فيما يتعلق بموائمتها مع التشريعات الدولية الأحدث في المجالات المرتبطة بالصيد والاقتصاد البحر قال الأمين العام لوزارة البيئة أمادي والطالب إن التغير المناخي يشكل تحديا عالميا يؤثر على المنظومة البيئية وإن موريتانيا عكفت على تفعيل أدائها بشأن القضايا ذات الأولوية في التغير المناخي وأضاف أمادي والطالب خلال افتتاحه ملتقا بن واكشوت أن الحكومة الموريتانية قامت ببعض الجهود والإجراءات في هذا الصدد أكلفتها أكثر من 15 مليون دولار من مواردها الذاتية إشكالية التغير المناخي التي تندرج فيها نشاطنا تمثل واقعا معيشا لا مراء فيه وتشكل في هذا الصدد تحديا عالميا بالغا يشوش طمئنينة المنظومات البيئية ويسبب خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات أيها السادة وسيدات أمام هذه الوضعية عكف بلدنا مبكرا على تفعيل أدائه في مجال تسليل القضايا ذات الأولوية المرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات التأقلم مع الأذار السلبية للتغيرات المناخية وهكذا قامت الحكومة الموريتانية بحرب لا هوادة فيها بالسنوات الأخيرة تمثلت على سبيل المثال الحصري في البرنامج الخاص بحماية مدينة الماقشوط من زحف الرمال والغمر البحري بتكلفة فاقت 15 مليون دولار من مواردنا ذاتية نظمت الجمعية الوطنية دورة تكوينية لبعض الصحفيين وممثلين عن الهيئات الإعلامية في موريتانيا التكوين يستمر يومين ويشمل عروضا ومداخلات حول البرلمان ودوره وآلية التغطية ونشاطاته نقلت السلطات الموريتانية إمام جامع الهداية بمقاطعة الرياض خالد ولي سلم إلى المستشفى إذ رأى إصابته بالحمى بعد أيام من إحالته للسجن وكان ولي سلم قد اعتقل يوم الجمعة الماضي على خلفية احتجاجه والعشرات من السكان على محاولة نافذين استغلال ساحة عمومية في الرياض لأغراض خاصة كما يقولون حملت النقابة الوطنية للمعلمين وزير الوظيفة العمومية المسؤولية التامة عن ما سمته انهيار الثقة بين المعلمين وقطاعهم الوصي بسبب إصراره على عدم تقديم مشروع الأسلاك الخاصة بالتعليم الأساسي لمجلس الوزراء للمصادقة عليه ونددت النقابة في بيان أصرته بعدم وفاء وزير التهذيب بالالتزامات التي قالت إنه قطعها على نفسه في اجتماع سابق له مع المكتب التنفيذي للنقابة محملة إياه مسؤولية الآثار التي قد تترتب على ذلك ثم مطلب ذاني يتعلق أيضاً بضرورة موائمة مرسوم 0199 اللي هو المرسوم اللي كنا نتحدد عنه حالاً للمحدد للأجور العلوات مع مرسوم الأسلاك لازم على أنه وهذا مطلب لن نتنازل عنه نطالب بموائمة مرسوم 0199 مع مشروع مرسوم الأسلاك الخاص بالتعليم الأساسي نظيمة في العاصمة واكشوت ملتقاً حول تعزيز مواجهة إعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل هذا ويشكل عدم الأمن الغذائي خطراً يهدد دول الساحل ويسعى الملتقى إلى تشخيص واقع الأمن الغذائي في المنطقة ومحاولة إيجاد حلول وآليات تمكن من القضاء عليه نتابع انطلقت بالعاصمة واكشوت ورشة مشروع تعزيز مواجهة عدم الأمن الغذائي في الساحل الذي يهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي في موريتانيا في مناطق متعددة بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية ويتألف المشروع من عدة مكونات وتتناقم انشطته مع ما تقوم به مختلف المشاريع والإدارات والمؤسسات التابعة لمزارة الزراع بالإضافة إلى انشطة تمثل قطاعات أخرى كالبيطرة والصيب والاقتصاد البحري والصحة والبيئة والتنمية المستدامة والشغل والشؤون الاجتماعي وقفولة والأسرة ويدرس الملتقى الحالي بحضور المنتجين الزراعيين أساليب العمل وآليات الإنتاج الزراعي من أجل تشخيص وضعية الزراعة والخروج بتوضيحات تساهم في تفعيل الأداء والدفع بمعالجة التنمية في هذا القطاع للأمام في تسع بلديات داخل البلاد بناء على ما حصلنا عليه حتى الآن من معلومات حول هذا المشروع فقد رأينا أنه يستجيب للمتطلعات أو لتطلعات المواطنين في بلدياتنا من حيث المساهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الحالة الغذائية بصورة مستدامة المنتجون الزراعيون عبروا عن تعاطفهم مع المشروع وعن أملهم في أن يشكل رافعة للتنمية في مناطقهم التي انتظرت دائما دعما واحتضانا من الحكومة والممولين حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم الإنتاجية بشكل أكبر لسد حاجات الوطن الغذائية وحتى يجدوا أيضا من يساعدهم على استغلال الأرض حتى تجود لهم بعطائها وعلى هامش الورشة عرض المنتجون نماذج من متجاتهم في مناطقهم الزراعية لتسويق أعمالهم والتعريف بجوانب من إعادة الإنتاج والاستخدام المتعدد لمحاصيلهم الزراعية انتقد منتدى الديمقراطية والوحدة بيان سلطة العليا للصحابة والسمعيات البصرية الأخير معتبرا أنه صادر بالتزامن مع مصادقة مجلس المزراء على قانون مجتمع المعلومات وقال المنتدى في بيان صادر عنه إنه استدعي هذا البيان تعبئة من سماهم الحريصين على الحريات وحماية حرية التعبير معتبرا إياه انتهاكا صريحا لخصوصيات المواطنين وخنقا لحرية الإعلام والتعبير متابع انتقاد شديد من المتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لبيان السلطة العليا للصحابة والسمعيات البصرية الهبطة الذي حمل خطابا حادا تجاه بعض وسائل الإعلام الخصوصي اتهمها فيه بالإساءة إلى الكرامة البشرية والنيل من شرف رئيس الجمهورية فالسهر على تطبيق القانون واحترام أخلاقيات المهنة ووضع حد للخطاب الفئوي والعنصري هي أمور حسب المنتدى لا تهم الهبطة وإن كانت من صميم رسالتها المنتدى اعتبر أن الرئيس هو وحده من يستطيع حماية شرفه وشرف عائلته بابتعاده عما يدنس العرض ويخل بالشرف وليس ببيانات الهبطة وتكميم أفواه الصحفيين وجدد المنتدى اتهاماته للعبد العزيز بالتفاوض مع عصابات تبيض الأموال والتعاطي مع شبكات المخدرات والإثراء غير المشروع والتحدي قوانين الجمهورية والإخلال بالالتزامات تزامن بيان الهبطة مع المصادقة على قانون المعلومات كان مثار انتقاد شديد من طرف المنتدى الذي اتهم النظام بالتوجه نحو التجسس على الحياة الخاصة للمواطنين وتكميم أفواه الصحافة والمدونين داعيا إلى تعبئة الحريصين على احترام الحريات العامة إلى التشهير بهذه الإجراءات رياضيا بعد الأداء الباهت في نسخة الدور الماضية يحاول البرتقال أفسين واذيبو العودة إلى مستوى هو إعادة الجمهور إلى المستوى الذي تعود عليه البرتقال أفسين واذيبو ذلك بتعاقدات مع لاعبين تونسيين ومدرب تونسي والعديد من اللاعبين الموريتانيين نتابع أفسين واذيبو هذه السنة كثر الحديث حوله كثيرا بعد أن قضى نسخة الدور الماضية بأداء بهت تورى بعده عن الأنظار مباشرة ولم يعد محط أنظار وسائل الإعلام المحلية لكنه ما لبث طويلا حتى عاد للواجهة مجديد حين صدر لاعبيني إلى الدور التونسي وما صاحبهما من أحاديث وإشاعات يرى البرتقالي أنها كذبة خاطئة وأريد بها باطل وتقلل من شأنه هكذا كان حديث إداريه ومسؤوليه بعد صفقة أبوسي وعبدالله السوداني لم تتوقف عجلة نادي المدينة الاقتصادية عن الدوراني بعد ذلك حتى قال قائلون الغواصة البرتقالية والتعاقد مع مدرب تونسي والنياتها اتجاه نسخة الدور المقبلة باتت مكشوفة للجميع ولسان حال إدارتها يعجل من حركة عجلة التغيير حين يقول نريد ذنائية الكأس والدور هذا العام وزمن الهزائم واللاء جاء المدرب التونسي ودخل في معسكر تدريبي مباشرة وخاض عديد المباراة الودية ونجح في تخطيها وبنتائج توحي بأن النادي البرتقالي فعلا قادم وبقوة في قادم أيامه ولو أن خوض الودية والظهور بشكل أحسن لا يعني بالضرورة المراهنة على باقي جولات الدور التي لم تبدأ بعد في الأسابع الماضية تحرك سماسرة النادي بحثا عن وجوه جديد لتعزيز صفوف الفريقي فوقع الاختيار على مهاجم الكونكورد مامانياس والظاهر الجاو ومن قبلهم مهاجم زمزم الجارة الذي عاد أدرجه بعد أن خاض الميران مع تشكلة البرتقالي كل هذه التحركات لأفسن وذبو في فترة وجيزة تحيي بسياسة جديدة للنادي الترويج أولا ثم الاستثمار في اللاعبين في الدوريات العربية ثم الأوروبية بعد ذلك إن أمكن ذلك فهل ينجح البرتقالي في قديم أيامه في جمع خيوط هذه الأمنيات دفعة واحدة أفسن وذبو سيحاول أن يسقي تفرغ زينة من نفس الكأس التي سقاه في الموصل الماضي إلى العنوين ملتقى بنواكشوت يبحث المنظومة التشريعية الدولية التي تحكم نشاط الصيد غير المرخص وموريتانيا توشيد باستراتيجيتها في مجال الصيد الأمين العام لوزارة البيئة يقول إن تغير المناخ يشكل تحديا عالميا وإن موريتانيا قامت بإجراءات للحد من تأثيره الجمعية الوطنية تنظم دورة تكوينية لموثل بعض الهيئات الصحوبية في موريتانيا حول البرلمان ودوره التشريعي يمكنكم دائما مشاهدنا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة في السادسة ونصف أبو بكر والمشهد وفي التاسعة جولتنا المسائية مع حامدو كانتي لا تذهبوا بعيدا اشتركوا في القناة